دكتورنا لو بدأنا بتاريخ تشكا تشكا مرت بعدد كبير من المراحل والمعوقات ثم يعني ممكن نقول مسيرة النجاح كلمنا في محطات سريعة كيف بدأت وكيف الزهد يعني دعا في مشروع تشكا بدأت فكرته هي بدأت في السبعينات لكن تم التنفيذ في سبعة وتسعين في عهد الرئيس الراحل حواصد مبارك وبدأ أن احنا نعمل هذا المشروع وكان يستهدف حوالي خمسمائة واربعين ألف فدان من خلال ترعى رئيسية وفرعين السيد ثم أربع فروع من الدولت في الأربع فروع دول وكانت الفكرة في الفترة دي أن يكون استثمار أجدبي وشركات عربية وشركات عالمية فكل شركة خدت حوالي مئة ألف مئة عشرين ألف فدان فجينا اتوزع جات شركة المملكة جات شركة جنوب الوادي ودي كانت شركة وطنية يعني قطاع أعمال ثم شركة الركحي ثم شركة الزهر على فرع ثلاثة ثم جينا على فرع أربعة وحصل فيه لقينا فيه تسعة كيلو وهم بيعفروا الفرع لقى تسعة كيلو جرانيت قال لك خلاص إقفل شنقدر نشتغل لأن كانت التكاليف والتحدي والظروف في الوقت ده مش هتفرق كتير يعني ما كانتش فيه إرادة يعني أنا هنقلك للقصة التانية فهنا اتجمد المشروع على فرعي على ثلاث فروع مش على أربع فروع فدي المرحلة قعد بقى المشروع ده كل ده والشتركات دي اشتغلت من تمانية وتسعين لحد سنة ألفين وكام أربعة عشر المساحة اللي استصلحت قد إيه تمانين ألف فدان من الخمسمية واربعين ألف فدان فطبعا هزا الكلام أنت كان مفروض أن أنت على ألفين يعني احنا لما نقول في ألفين واربعة عشر يعني عدى فوق الخمستاشر سنة على المشروع كان مفروض أن المشروع يكون تم بشكل كامل فكل الشركة اللي عمت عشرين ألف فدان فطبعا ده كلام ما يمشيش مع اقتصاديات مشروع ومشروع محطوط في جنوب مصر بهذا الكلام ولا استثماراته ولا الترعة اللي اتعاملت ولا البنية التحتية أنت عندك محطة تصرفها خمسة وعشرين مليون متر مكعب أكبر محطة رفع في العالم أكبر محطة رفع في العالم وعلى أعزب مية وأفضل مكان في مكان نقي ومكان ظروف مناخية بتدي تبكير للمحاصر فلحد ألفين واربعة عشر ده المحطة فانت كان عندك عائق اللي هو العاق الجرانيتي وفي نفس الوقت الشركات مددش الغرض الاستثماري اللي هي جات تشتغل على الأساس فسيادة الرئيس حتى كان فيه كلام كنت أنا في فترة معينة رئيس هاي التعمير وكان فيه كلام يقول لك خلاص اقفله وتوشك على كده لكن هنا من الذي تدخل وقعد الحياة لهذا المشروع من أخرج المشروع تاني للنور قال بقى شوفوا مشاكل المشروع ده والمشروع ده يعاد تشغيله فكانت هناك الأراضي السياسية لسيادة الرئيس إنه هو تدخل بشكل مباشر وقال لأ شوفوا بقى الكلام ده وحلوا كل هذه المشاكل وبدأ التحدي الآخر تم إسناد المهمة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية إن هي تقوم بسحب الأراضي بقى اللي ما استصنعتش واللي كانت مع الشركات فخدتها واشتغلت فيها ودخلت فيها من 2017 بدأ التكليف لهذه الشركات الشركة الوطنية يعني ثم بعد ذلك بدأ الاستصلاح النهاردة تبص كام في ثلاث سنين ثلاث سنين احنا عندنا للشركة الوطنية بس فيه 80 ألف فدان مع الشركات اللي تانية والشركة الوطنية عندها 365 أو 350 ألف فدان وفي شهر إن شاء الله في أكتوبر ده هيكون عندها حوالي 450 ألف فدان مستصلحة هيتزرق هيدخله الخدمة فانت هتبقى وصلت للمستهدف في زراعة هذا المشروع اللي هي المرحلة الأولى اللي كانت مطلوبة 45 ألف اللي خلال إن شاء الله في أكتوبر عشرين تلاتة وعشرين إن شاء الله تاني ثم في استكمال تاني لمرحلة تانية لدى جهاز الخدمة الوطنية لاستصلاح 200 ألف بحيث إن تصل المساحة في تشكة إلى 700 ألف فدان 700 ألف فدان وفي شرق العوينات لأن تشكة وشرق العوينات محور واحد بيغطب الجزء الأمن الاستراتيجي لمصر جنوب مصر على خط في المنطقة الجنوبية فدولة يساوي مليون فدان تتصور بقى أن المليون فدان هم دولة النهاردة لما بيخشوا يعني في موسم الأمح اللي فات تم توريد أكتر من 700 ألف فدان من تشكة وشرق العوينات أمح طن يعني أمح النهاردة انت مستهدف تطلع مليون طن حد أدنى طب ده مشروع من ضمن المشروعات اللي موجودة فدي المحطات فكان عندك إرادة وتحدي هذا الكلام تم في قد إيه؟ في 3 أربع سنين اللي هم توجهات سيادة الرئيس النهاردة شرق العوينات نفس الكلام كان بدي بـ 80 ألف فدان قعد لحدثة 2014 80 ألف فدان النهاردة شرق العوينات 220 ألف مزرعين وبقوا 250 ألف مع أكتوبر اللي جاي بنسبة 120% من المستهدف شرق العوينات بس شرق العوينات بيشتغل على المياه الجوفية ومشروع تشكة بيشتغل على المياه السطحية ده الوميزة وده الوميزة ثم أنت النهاردة بص بقى اللي حصل إيه؟ التطور اللي تم في هذا الكلام هذه المنطقة بقت منطقة وعدة جاذبة للسكان بتشاجع الأفراد لما لاقي بقى النهاردة تشكة مدينة أبو سيمبل السيحية بقت من أكبر المدن اللي موجودة فأنت لما تبص أنشئة مدينة تشكة الجديدة للخدمات الليجستية ثم بقى فيه طرق فيه كهرابة يعني لو بنشوف حجم الأعمال والبنية التحتية اللي اتعملت مكانش يقدر أي مستثمر النهاردة تكلفة استصلاح وبنية تحتية الفدام بيكلف أكتر من 250 إلى 300 ألف جنيه مين المستثمر؟ اللي هو كان حيفكر يدفع 300 ألف جنيه عشان هيستردهم أمتى؟ هيسترد دول أمتى في أطقا؟ طبعا عشان كده ما كانوش المستثمر أو هذه الشركات إدت الهدف أو الغرض الأساسي للمشروع عشان كده حصل تعصره كانت كل الناس بقول لك فين تشكة؟ تشكة راحت فين؟ وانت عملت تشكة تمها لكن النهاردة بقت في واقع حقيقي جديد أن تشكة بقت تشكة الخير فعلا بقت لها مردود بنحس بيها بنشغل أبنائنا من الصعيد بنعمل خلخلة بنوفر جزء من الأمن الغذائي المصري أو الأمن السرازي سواء كان لأمح سواء كان لدورة سواء إن شاء الله عندنا سكر في تجارب تتعمل في شارع العينات للقط زائد مجموعة أخرى من المحاصيل زائد نسيات تكولتي كده أن تشكة أعادت مصر إلى خريطة الطبور أن فيه على الأل واحد و350 مليون و350 ألف نخلة مزرعين في تشكة حيوصله إن شاء الله لـ 2.5 مليون نخلة في تشكة فطبعا هذه بتقام عليها صناعات بتقام عليها مصانع وتعباء وتغليف ويمكن سيادة الرئيس أشار أنه تم التعاقد على إنشاء مصنع من الجريد النخيل زي الـ MDF وكابسن كابسن ياسب عندنا لأننا عندنا عجز كبير جدا وإحنا بنستوري الأخشاب فطبعا النهاردة صحيح دي بتحاولي تستغل فده محطات تشكة لأنه النهاردة بقت فيه مشروع موجود قائم بقى له مرضود عندك مؤسسات بحسية المكان ده فيه النهاردة ثلاث مراكز بحسية بتشتغل مركز بحوة الزرعية مركز بحوة الصحراء مركز بحوة المائية عندك مستشفى دولي مستشفى بسمبل الدولي مستشفى حكومي خدمات مطار مطار اللوجيستي الحاجة الكمان الجديدة إن انت وصلت إن القطر محط هتتعامل من أسوار هتوصل لحد تشكة هتنتقل بعد كده فضمن يعني احنا الحمد لله بنهان مصر بدخلنا البريكس إن ده جزء من المحور اللي هو خط الحرير إن احنا إن شاء الله نوصل لأفريقيا من خلال المواصلات السكانة شكرا